وأذهب إلى أحمد سنجاب مراسل قهر الإخبارية من جنوب لبنان أهلا بك أحمد لو تطلعنا على آخر التحديثات لديك بعد استهداف منطقة نهارية وكما قالت دانا قبل قليل استهداف المزرعة ورئيس بلدية نهارية تحدث عن استهداف نهارية تحديدا هل هناك من جديد لديك من تصريحات خاصة بحزب الله حول هذه العملية نعم تحياتي لك في البداية بالفعل أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف وحدة عسكرية تسمى وحدة إيجوز في المنطقة الواقعة ما بين منطقة نهارية ومنطقة عاكة بسرب من المسيرات الهجومية مما أدى إلى إصابة هذه الأهداف بدقة وللتوضيح أكثر فإن حزب الله ربما من القطاع الغربي للجنوب اللبناني أي القطاع الموازي للشريط البحري في غرب الدولة اللبنانية شن هجوما بمسيرات هجومية هذه المسيرات قطعت مسافة ربما تصل إلى 12 كيلو مترا من الحدود اللبنانية الجنوبية وحتى وصلت إلى مقر هذه الوحدة العسكرية حتى أصابت أهدفها مرورا بنهارية ومرورا بعدد من البلدات اللبنانية أي مسافة بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية وذلك أيضا استخدم حزب الله ربما وسائل استخدمها سابقا للتحايل على منظومة القبة الحديدية والاتحايل على منظومات الدفاع الجوي علما بأن هذا الموقع العسكري ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم استهدافه بل سبق استهدافه في شهر إبريل الماضي بنفس الألية وبنفس الطريقة حيث استخدم الحزب أيضا مسيرات إشغالية على حد تعبيره التي أشغلت القبة الحديدية وصواريخها وأشغلت أيضا منظومات الدفاع الجوي حتى وصل سرب المسيرات إلى أهدافه والحديث أن هناك صواريخ اعتراضية خرجت لإعتراض هذه المسيرات ولكن ربما لم تنجح في عمليات الاعتراض ولذلك حزب الله أكد في بياني أنه استهدف هدفا عسكريا تابعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولم يستهدف أي مناطق للمدنيين وبالتالي أي إصابات بين صفوف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي فبالتأكيد ستكون إصابات ناتجة عن صواريخ القبة الحديدية أو الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت على هذه المسيرات ولم تتمكن من إسقطها حزب الله أعلن أيضا أن هذه العملية ليست في إطار الرد المرتقب أو الذي توعد به حزب الله إسرائيل على عملية الضحية الجنوبية ولكنه هو رد على عملية الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس في مدينة عبا بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني هذه البلدة التي شهدت بالأمس قيام مسيرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ على دراجة نارية مما أدى إلى مقتل شخص نعاه حزب الله في وقت اللاعق وتبين أنه أحد العناصر الرئيسية والفاعلة لحزب الله في القطاع الأوسط والمؤسرة أيضا في العمليات التي تجري من الجنوب اللبناني فبالتالي هذه العملية ردا على حدثة الانكتيال حدثة يوم أمس التي وقعت لأحد القادة الميدانيين في حزب الله طيب أحمد هناك حديث عن أن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 20 موقع شمال إسرائيل وحزب الله استهدف أيضا موقع آخر اليوم وهو موقع بركة ريشة بصواريخ هل هذا هو استهداف مغاير للاستهداف الذي نتحدث عنه الآن بالطائرات المسيرة نعم بالفعل ربما ما يفسر دوي صفارات الإنذار في أغلب المستعمرات على الجبهة أو في القطاع المقابل القطاع الغربي من الجنوب اللبناني وتحديدا من مناطق الجليل الأعلى أن هذه المسيرات عبرت مناطق بعيدة وعبرت مستعمرات وعبرت أيضا مواقع عسكرية كثيرة حتى وصلها إلى ما بين هارية وما بين عكة علما بأن هذه المسيرات استهدفت مجموعة من الوحدات داخل وحدة قتالية عسكرية إسرائيلية فبالتالي كان الاستهداف ربما كانت هناك أكثر من إصابة ولكن بنفس سرب المسيرات الذي أطلق من الجنوب اللبناني بخلاف هذه العملية التي جاءت ردا على عملية الاغتيال في عبا بالأمس فنفذ حزب الله اللبناني منذ صباح اليوم وحتى الآن عمليتين أخريتين العملية الأولى استهدفت قاعدة أفيفيم العسكرية الإسرائيلية وتم إصابة هذه القاعدة وفقا لحباين حزب الله ولكن العملية الأكبر التي نفذت فيها بالفعل كما ذكرت في بيركات ريشة حيث تم استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال بصاروخ بركان هذا الصاروخ من الصواريخ شديدة الانفجار القادرة على حمل كميات كبيرة جدا من المتفجرات وبالتالي رغم أن هذه العملية وقعت في جهة مقابلة للقطاع الأوسط تقريبا أو بعيدة عن القطاع الشرقي للجنوب اللبناني إلا أن دوي هذا الصاروخ وإطلاقه سمع هنا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني هذه العمليات جاءت في إطار الدعم والرد على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ربما عملية كبرى أو نفذ عملية كبرى راح ضحياتها خمس أشخاص حتى الآن فربما هذه العملية ستستلزم ردا من قبل حزب الله خلال الساعات المقبلة حيث قامت مسيرة إسرائيلية باستهداف منزل في منطقة ميفادون بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني هذا المنزل أدى إلى سقوط خمسة قتلة في صفوف حزب الله فبالتالي هذه العمليات من العمليات الكبرى والتي ربما تستدعي أيضا ردا خلال الساعات المقبلة